بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة النساء الدرس السادس والستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقفنا في الحلقة السابقة عند قوله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم وانتهينا من هذا ووقفنا عند قوله ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم فهذا فيه أن من كفر وظلم فإن الله جل وعلا لا يهديه إلى طريق الحق وهذا كما أسلفنا هو في من عاند وكابر ورفض الحق بعد معرفته زهدا فيه فإنه يعاقب ويحرم الهداية عقوبة له كما قال تعالى ونقلب أفيدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وكما في قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين فهذا بسبب من قبلهم سدوا على أنفسهم طريق الهداية فأظلهم الله سبحانه وتعالى وأما من طلب الهداية وقصدها ولكن قد يكون أخطأ فهذا يغفر الله له سبحانه وتعالى ويهديه إلى الصواب والله جل وعلا ربط الغضب واللعنة والعذاب بأفعال من قبل العباد فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وهنا يقول لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقة إلا طريق جهنم لأن الطريق على قسمين إما طريق إلى الجنة وإما طريق إلى النار فالذي يأخذ طريق الجنة ويسأل عنه ويحرص عليه ويتبعه إذا تبين له هذا يهديه الله ويوفقه لأنه فعل الأسباب التي تحصل له بها الهداية وأما من أعرض عن طريق الجنة وابتغى طريق النار تبع الشهوات والشبهات واتبع أهل الظلال وأهل الزيغ ودعاة الإلحاد فهذا يعاقبه الله جل وعلا بحرمانه من الهداية قد قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر ميسر لما خلق له وهذا بسبب أعمال العباد ولهذا قال لا يهدي القوم الظالمين لا يهدي القوم الكافرين لا يهدي القوم الفاسقين أي أهل الفسق والكفر والظلال لأنهم لا يريدون الهداية ويريدون الغواية فالله حرمهم وعاقبهم منها ولا يظلم ربك أحد إلا طريق جهنم ولا ليهديهم طريق إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا كان ذلك على الله يسيرا فالكافر والملحد والمشرك لا مخرج له من النار أبدا خالدا مخلدا فيها بخلاف المؤمن العاصي إذا دخل النار بمعصيته فإنه لا يخلد فيها وإنما يعاقب بقدر ذنوبه ثم يخرج من النار إلى الجنة بسبب توحيده وإيمانه بالله عز وجل أما الكافر والمشرك والملحد فهذا لا طمع له بمغفرة الله ولا طمع له في الجنة ولا طمع له في الخروج من النار خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا الله سبحانه وتعالى لا تضره معصية هؤلاء ولا كفر هؤلاء كما أنه لا تنفعه طاعة المطيعين وعبادة العابدين وإنما هو لأنه سبحانه غني عن خلقه وإنما ترجع المضرة أو المصلحة للعباد أنفسهم فكل يعمل لنفسه خيرا أو شرا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ولهذا في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال يا عبادي إنما هي أعمالكم احصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه والله جل وعلا قال ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون ولهذا قال هنا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا طريقا إلا طريق جهنم لأنهم هم الذين أوقعوا أمهسهم في هذا الطريق المهلك ولم يبحثوا عن طريق الجنة وعن طريق الحق ولم يتبعوا رسل الله الذين يدلون على الجنة وإنما اتبعوا طريق الشيطان الذي يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة ونسأله الهداية قبول الحق وفي هذا تحذير من أن الإنسان يرفض الحق ويكابر عندما تبلغه الدعوة إلى الله أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويستمر في غوايته أن الله قد يعاقبه فلا يقبل الحق بعد ذلك ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين فيجب على العبد أن يقبل دعوة الله وأن يقبل الحق ممن جاء به وأن يحرص على اتباع طريق الهداية وطريق الجنة وأن يحذر من دعاة الضلال ومن طريق النار فلأ الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محفوفة بالمكاره وهي الطاعات لأن النفوس تكره الطاعات وتستفقلها إلا من منى الله عليه بالإيمان فإنه يتلذذ بالطاعة وإلا فالغالب على النفوس الكسل والبطالة والميل للراحة إلى أن يهديها الله سبحانه وتعالى فتتلذذ بعد ذلك بالعبادة قال الجنة محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشهوات فمن يريد الجنة فلا بد أن يصبر على مكاره العبادات والطاعات ومخالفة النفس والهوى والشيطان ويجاهد نفسه ويجاهد الشيطان ويجاهد أعداء الله وفي ذلك مشقة إلا على من يسر الله له ذلك هذا معنى قوله الجنة محفوفة بالمكاره وآما النار فإنها محفوفة بالشهوات فالإنسان ينحدر ويتبع شهواته البهيمية ويتبع الراحة والكسل ويتبع دعاة الظلال فحينئذ طريق الجنة منحدر وطريق الجنة صاعد ومرتفع يصعب على النفوس وطريق النار منحدر هو سهل على كثيرا من النفوس وهو محفوف بشهوات النفوس المحرمة فعلى المسلم أن يعرف هذا وأن يحذر من أن يعاقبه الله سبحانه وتعالى بسبب إعراضه عن الذكر وسبب غفلته عن الذكر وسبب مصاحبته للأشقياء وأن يكون دائما مع الله ومع عباد الله المتقين وأن يحرص على طاعة الله وعلى طريق الجنة ويصبر على ذلك وأن يحذر من طريق النار وأهل النار ودعاة الظلال ويحذر من إحطاء نفسه الشهوات المحرمة ويأمرها بطاعة الله فذلك سبيل النجاة والتوفيق بيد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته